اشتركوا في القناة للانسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بلقب بطولة اسبانيا للقدرة لمسافة 120 كيلومتر وفوز الفريق الملكي للقدرة بالمركز الاول في السباقات الثلاثة لهذه البطولة واشهد سمو وزير شؤون الديوان الملكي بهذا الانجاز والفوز الكبير الذي يشكل مرحلة مفصلية في تاريخ رياضة القدرة وسباق الخيل في المملكة مؤكدا سموه على ما تحظى به هذه الرياضة الشعبية المتوارثة على مر الأجيال من دعم ورعاية كريمة وعلى ما يليه جلالته من اهتمام ومتابعة شخصية مكنت من تحقيق هذا الانجاز المشرف الذي وضع مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية للقدرة وسباق الخيل داعيا المولى القدير أن يحفظ جلالته ويديم عليه مفور الصحة والسعادة وطول العمر وأن يتوالى حصد البطولات والمسابقات العالمية التي يحققها ابناء المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر